مجنون أعمى أخرس قدموه للسيد المسيح فشفاه مقدمة للموضوع الحقيقة أن هذا المجنون الأعمى الأخرس كان عليه روح شرير عليه شيطان فالشيطان لما يتسلط على إنسان يفقده الحكمة ويفقده العقل ويفقده الاستنارة هذا المريض بيمثل الإنسان القديم أو بيمثل الإنسان الخاطئ اللي الشيطان متسلط عليه وعلى عقله وعلى لسانه وعلى كل شيء مجنون يعني فاخد عقله الشيطان لما يتسلط على الفكر يفسد سبل الله المستقيمة اللي المفروض احنا نعيش فيها يعني تعالوا بينا نشوف طب المسيح لما شف المجنون الأعمى الأخرس شفاه زي مجرد أنه أخرج روح الظلمة أخرج الشيطان من هذا الإنسان المجنون رجع عليه عقله والأعمى أبصر الأخرس تكلم هكذا تعالوا بينا نشوف يعني هل في هذه الأيام ممكن نلاقي إنسان مجنون وأعمى وأخرس ممكن جدا نحن لا نقصد بقى العمل الجسدي أو المرض الجسدي لكن المهم شفاء الروح نفسها المرض الروحي يا ما ناس يا ما ناس فاقدة عقلها يعني نقدر نقول يعني مصابين بالجنون وهما مش دريانين يعني مثلا لو حبينا نشوف أنواع من الجنون اللي ممكن يتسلط على البشر فيه جنون اسم جنونه العظمة واحد يتصور إن ما فيش أحسن منه وما فيش أكبر منه ما فيش أعظم منه مرة ربنا بعت رسالة في شفر الرؤية لأسقف كنيسة كان برضو مصاب بهذا النوع من الجنون يعني عنده دا العظمة محارب به فبعت له رسالة ربنا يقول له إيه يقول له تقول إنك غني وقد استغنيت وليس لي حاجة إلى شيء ولست تعلم أنك فقير وشقي وأعمى وعريان كحل عينيك بكحل لكي تفسر فهذا الإنسان اللي كان بيعظم في ذاته بنسميه جنون العظمة كان فيه زمان ملك لبابل بابل طبعا منطقة العراق وكده كان فيه ملك اسمه نبوخز نصر في بابل هذا قبل التجسد وقبل الميلاد يعني قرون ما قبل الميلاد نبوخز نصر دا كان بيعظم في نفسه وبنى مدينة بابل وكانت مدينة عظيمة في ذلك الوقت ومرتفعة فبعد كده بيفتتح المدينة فطلع كده قاعد كده في أعلى مكان في المدينة وقال لنفسه أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها بقوتي واقتداري طبعا روح الكبرياء بقى أصابه يعني أفقده عقله فطبعا لما تكبر هذا الإنسان جاله صوت من السماء يقول له يطردونك من بين الناس يطردونك من بين الناس وتأكل العشب كالسيران فتمضي عليك سبعة أزمنة تعيش مع حيوانات البر بسبب إيه؟ بسبب جنون العظمة اللي كان فيه نبوخز نصر وفعلا بعد ما تعظم هكذا نزل من على عرش بابل وابتدى ظهره ينحني وابتدى يمشي على أديه ورجليه وابتدى شعره يطول بقى زي الأنمال بالزبط فالناس قالوا الملك تجنن فأخذوا هذا الملك وفعلا حطوه في حزيرة حيوانات وأخذ يأكل في العزب مع الحيوانات بعد سبع أزمنة زي ما رد صوت ربنا قاله الكلام ده من الكتاب المقدس سفر دانيال دانيال أربعة مرت عليه سبعة أزمنة وبعد كده ابتدى بقى ربنا يرضى عليه شوية اتضع بقى وانكسر لأن قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح ربنا رضي عليه بعد ما تواضع وابتدى عقله يرجع له وابتدى ينتصب ويقف زي البني أدمين ويركز وبقى حلو خالص شوفوا نبو خز نصر ده اللي تكبر وصار كالحيوانات يقول ايه بقى بعد ما مر بالتجربة دي اللي ربنا ادهاله قال أنا نبو خز نصر أعظم إله السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل ومن يسلق بالكبرياء فهو قادر أن يزله من يسلق بالكبرياء فهو قادر أن يزله هذه هي الكبرياء أو جنون التكبر ترجمة نانسي قنقر